موسيقى النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع امنية المناصير للزيوت والمحروقات مجمع الملكة الحسين للأعمال أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين ومتابعين تقصى العرب في الأردن النهار اليوم سادت أجواء مستقرة ارتفعت قليلا درجات الحرار لكن استمرت باردا نسبيا في أغلب مناطق المملكة الرياح الشرقية أيضا استمرت بالهبوب خلال ساعة النهار خفت قليلا خلال ساعة الليل لكن يتوقع أن تستمر هذه الرياح بالهبوب خلال الأيام القادمة المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الطقس المستقر مستمر على عموم مناطق المملكة لكن درجات الحرارة المحسوسة منخفضة بسبب استمرار الهبوب الرياح الشرقية معتدلة أسرع صوال أقمى الصناعية ملتقطة خلال ساعة صباح يوم توضح خلو عموم المناطق من الغيوم لاحظوا هذا منخفض الجوي العلوي أي كتلة هواية باردة في طبقات الجو العالية متمركزة هنا فوق شمال المملكة العربية السعودية تعمل على أجواء غير مستقرة هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي دفعت بكميات من الغيوم المتوسطة نحو الشرق المملكة عملت على طول بعض زخات الأمطار الخفيفة والمتفرقة خلال ساعة الصباح باقي مناطق المملكة شهدت أجواء مستقرة ومشمسة بشكل عام نستعرض الآن خرائد توزيع درجات الحرارة السطحية من يوم الخميس وحتى يوم السبت حيث تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام لكن درجات الحرارة الملموسة تكون منخفضة خاصة خلال ساعة الليل لسبب استمرار الهبوب الرياح الشرقية المعتدلات السرعة درجات الحرارة كما ذكرنا تكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام التقصي يكون بارد نسبي خلال عطلة نهاية الأسبوع خلال ساعات النهار لكن بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الليل خرار توزيع الرياح المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم السبت أي خلال عطلة نهاية الأسبوع تستمر الرياح الشرقية بالهبوب تكون معتدلات السرعة فوق المنطقة الشرقية الشمالية والوسطى تكون ضعيفة فوق المنطقة الجنوبية هذه الرياح أيضا تزيد من الشعور بالبرودة وهذه الرياح أيضا هي ناتجة عن استمرار لتمركز المرتفع الجواء السيبيري فوق العراق وما يدفع بهذه الرياح باتجاه بلاد الشام ومنها المملكة خلال الأيام القادمة نذاب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حتى تسود أجواء غائمة جزئيا درجة حرارة الدنيا تسجل تسعى درجة مئوية الملموسة ست درجة الرطوبة حوالي 77% والرياح تستمر شرقية إلى الجنوبية الشرقية معتدلات السرعة بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة رياح ناشطة 15-9 نفس الأجواء يوم السبت يوم الأحد 16 درجة مئوية مع الأقصى عن جزئي وتسع درجات مئوية كحرارة الدنيا إلى هنا تنتي نشرطنا للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة